بعد ساعة على مبادرة مرجعية السيد علي السستاني في النجف الأشرف بضرورة حصر السلاح بيد الدولة سارع رئيس الحكومة العراقية حيداً لعبادي للإشادة بموقف المرجعية وأكد أن الحكومة بدأت بتطبيق خطة حصر السلاح فعلاً بيد الحكومة من الطبيعي أن تتجه هذا الاتجاه بعد الاستقرار الأمني تتجه الحكومة إلى حصر السلاح بيدها لكن هذا الموضوع قد يؤخذ بمنحة آخر منحة استفتاء انتخابية ومنحة دائم سياسي أغلب السلاح هو الموجود لا سيئ من السلاح العجز الشعبي هو السلاح للدولة وما بقيه هو سلاح عشائر وسلاح لبعض المواطنين هذا نابع من الوضع الأمني اليوم لو كان هناك الوضع أكثر استقرار أكيد سيتجه المواطن إلى عدم حاجته للسلاح في بيته عندما تطلب الحكومة أن يكون السلاح حصراً بيدها أعتقد هذا مطلب قانوني وعقلائي ويحافظ على أمن المواطنين وكذلك يقلل من استخدامه بشكل غير منضبط وبالتالي مطلب أعتقد لا بأس به وكذلك دعوة المرجعية لحصر لأن يكون السلاح بيد الدولة أيضاً منسجاً بشكل كبير مع هذا المطلب الشرعي مراراً وتكراراً الحكومة تؤكد موقفها الواضح تجاه خطة حصر السلاح بيد الدولة وليست جديدة ولا علاقة لها بالانتخابات بل هي جزء من مشروع حكومي مما لا شك فيه أن السلاح الذي قاتلت به فصال الحج الشعبي وكذلك القوات الأمنية هو عاديته وقانونيته للدولة العراقية ومن ثم هذا السلاح بعد انتهاء المهام حتماً سيعود للدولة العراقية خصوصاً إذا معلمنا أن نتوجه جميع فصال الحج الشعبي الآن مع توجه خطاب المرجعية وأضن مع توجه الدولة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة ولا تبدو هذه الدعوات جدية خاصة وأن قادة الفصائل كثيراً ما يتحدثون عن بقاء عملهم العسكرية حتى زوال التهديد عن العراق بزورة كاملة وهذا يعني أن السلاح لن يحصر بيد الدولة على المدى المتوسط قناة الرشيد الفضائية علي حميد بغدار